السلام عليكم مرحبا يا صبايا ويا شباب كتير ناس عم تشتغل باوبر بنعرف يعني هي صارة متل ما بيقولوا يعني وقت الواحد معم يلاقي شغل عم يروح لاوبر بس يا هل ترى سؤال نحنا عم نربح من اوبر ولا ما عم نربح طبعا أحد أصدقائي اتصل فيه لي أبو اسامة أنا عملت فيلت تاكس عند المحاسب ووجه حسب لي أنا شو ربحان من اوبر اكتشفت أني أنا ماني ربحان شي مع العلم خليني وضح شكله طبعا هي الورقة هو كتب ليها بخط ايدو مع العلم قال لي أنا شاغل بـ 44 ألف دولار مع اوبر 44 ألف دولار بالسنة اشتغل طبعا أعطاني التفاصيل هو أنا رح أرى لكم اهامة المعاطين يا ها هو ممكن يكون مبالغ شوي ببعض الأرقام ولكن نحنا حتى بعد المبالغة يعني نحنا خليني أعطيكم مثال مثال صغير مثلا هو حاطط لي أنه هو مكلفه التأمين عفوا الهواء الهاتف مكلفه 2600 أنا رح أقول الهاتف مكلفه 1000 دولار بالسنة وتشوفوا أنه بالنهاية هو خسران 100% هلا هو شاغل 44 ألف دولار مصاريف أوبر طبعا هي الورقة اللي يعطيتو ياها أوبر مشان يفيل تاكس مصاريف أوبر هي 11 ألف دولار شو هي الـ 11 ألف دولار؟ هي اللي 3 دولارات ونص هي اللي بياخدوها من اللزبون تمام الحكي بيروحوا بينزلوا لكها بحسابك بيردوا بياخدوها منك تمام الحكي وهي إلى شغلة سيئة هاي القصة هلأ بتعرفوها شو هي لأنه بالنهاية هي عم تنزل عندك income على أوكي عم تطلع مصروف بس هي عم تنزل income زائد هلأ بننشوف الـ HST شو عملوا بهي الـ 11 ألف دولار هلأ قلنا له طيب عطينا مصروفك فعطالي المصروف بدقة بالنسبة للبانزين قال لي لأني أنا محتفظ بكل إيصالات البانزين الـ 44 ألف دولار هدول يلي اشتغل فيهم كلفوه بانزين 8900 دولار هاي أول واحدة طبعا ضمن إيصالات قال لي أبو سامة الإيصالات كلي عتم وجودة عندي هلأ في عنا الـ HST يلي الدولة بتاخدو هذا بدك تدفعه للدولة انت بالنهاية عم تحصل ضريبة للدولة من المواطني أوكي انت جوز ما عم تحطها من جيب تن لكن هلأ بتكتشف شغلة جديدة عاملينا أوبر ما بعرف ليش يعني ما بعرف شو تفسيراتها طبعا الـ HST اللي حيدفعها هو هي عبارة عن 5800 دولار هادي اللي بعطين له يا أوبر انه يدفعه طبعا احنا وقت عادت أنا وياهو حسبنا اكتشفنا انه مصاريف أوبر هاي يلي عم تاخدها أوبر تماما الحكي عم يدفعه له عليها الـ HST ما بعرف ليش ما بعرف كيف هو عم ياخدها من زبون ما عم ياخدها من زبون لكن حتى هي اللي عم بتروح لأوبر هو اللي عم يدفع عليها الـ HST هلا تأمين هو بيدفع بالشهر تأمين 210 دولار ضرب 12 طلعوا 2500 دولار عم يدفع تأمين على سيارته تأمين السيارة أوكي هلا أوبر مأمني لكن انت كمان لازم تأمين سيارتك لانه ازا ما بتأمين سيارتك أوبر ما حتأمين لك يعني انت كتير ممن هلا الهواتف هو حاطط لي 2600 دولار انه هو رايح شاري هاتف طبعا اخده عرض مع الخط خليني يقولون يعني الـ 2600 طبعا الرقم أنا معتبره عالي يمكن جايب هو إله ولمرته ولأولاده مسجلون على أوبر بس خليني يقول أنا بدال الـ 2600 هو عم يدفع 1200 دولار يعني نحنا رح نقيم 1400 دولار من هذا الرقم طبعا بالورقة اللي كاتب ليها قال لي 1000 دولار هي عبارة عن 100 دولار بالشهر يلي هي تنظيف يلي هي تصليحة يلي هي نكشة صغيرة يعني اعتبرنا انه في 100 دولار عنا بالشهر وبالتالي في عنا 1000 دولار بالسنة غيار زيت وفلاتر والأصص هاي بالإيصالات ورجاني ياها مكلفته 2800 دولار طبعا وحاطت محاسب حاطت ليها 165 دولار يلي هي عبارة عن السيفتي يلي بيطلبوها أوبر لحتى يشغلوه زائد 105 زائد الحكم عليه بعد ما جمعنا المصاريف كلياتا الناتج الصافي له الصافي اللي جيبته هي 9,235 دولار هلا خلينا نضيف عليهم الالف أو الالف وخمسمائة اللي هو شاطح فيهم تمام الحكي بالتليفون فأوي عم يربح بالنهاية ربحان من أوبر 10,500 دولار لكن في سؤال كتير مهم ما حدا كمان عم ينتبه له وهذا شيء من المصروف يلي هو أنه ماشي بال44 ألف اللي يشتغلون ماشي 55 ألف كيلو متر 55 ألف كيلو متر وأنا شخصيا بعرف أنه عنده سيارة تانية بالبيت هو جايب هاي السيارة فقط لشغل أوبر يعني خلينا نقلكن 95 إلى 98% من المشاوير هي لأوبر بهاي السيارة طبعا هلا أوي إذا كانت شارك سيارة خليني لكم بـ 25 ألف لأنه هنا بيطلبوا سيارات حديثة وبالتالي إذا أنت ماشي فيها الـ 55 ألف فقولا واحدا أنت رح تخسر فيها العشر تالاف دولار النتيجة النهائية لهي الورقة اللي قدامكم وهي يشوفوا هاي الأرقام طبعا أنا ما بعرف إذا واضحة لكن هاي الأرقام بالنهاية بالنهاية حسبناها أنوية لقينا أنه هو عم يشتغل بلاش بلاش تصوروا ببلاش لمدة سنة عم يتحمل مخاطر أوبر عم يتحمل لا سبح الله احتمالية الحادث طبعا هو وقته بيشتغل بـ 44 ألف دولار بالسنة هذا يعني أنه كل نهار قاعد جاهز فاتح هالغب وعم يسترنا طلب الأرقام كتير مفاجئة حتى خليني لكون شكري حتى لو اعتبرنا أنه أخي مشت السيارة 55 ألف كيلو وما خسرت ولا قرش طيب أنا سؤال بالنهاية خليني نقول هو عمل 12 ألف مو مثل مكاتب لي 9,235 دولار 12 ألف دولار يا هل ترى هل ألف دولار بالشهر بفترة العمل اللي عم يشتغله هو ليله نهار هي صح قداش وقفت ساعته مع السيارة ضمن المخاطر ضمن كل شي ولا شي بلاش نحن بشكل عام كل شي عم يشتغل أوبر أنا اكتشفته أنه عم يشتغل لشركة أوبر هو ما عم يطلع له شي من 44 ألف دولار إذا اعتبرنا عم نقلكن أنه هو هو فعلا ربح 9,200 دولار هو ربح 10,000 دولار هذا فينا نعتبره أنه فير فينا نعتبره أنه هو هذا عمل الحقيقة أي شي بتشتغله بها الكون هو أفضل من أوبر طبعا أنا كنت بالأول شجع الناس أنه أول ما بيجوا أخي يشتغلوا أوبر مشان يلتهوا مشان يعملو لهم قرشين لكن الحقيقة بعد ما شفت الأرقام الصادمة هاي أنا بنصح أنه أبدا ما حدا يشتغل بأوبر شغلة تانية كنت بدي أقولها عن أوبر والله نسينا منرجع منقول كل عملية العمل مع أوبر هو نتيجته صفر الأرباح هي فقط عم بتروح لشركة أوبر ما حدا يعني ما حدا عم يطلع له شيء يعني هذا هي مو أرقام يعني أنت بتقول 44 ألف شغل عم يطلع لك 10 ألف دولار مو رقم هذا هذا لا شيء نسينا شو بنا نحكيه في شغلة تانية كن ما نحكيها نسينا إذا هلأ تذكرتها وأنا عم زبط الفيديو برجع بحط لكم ياها بكل الأحوال أنا حبيت وضح لكم هذا الأمر أنا بعتبره مسؤولية للي بيكتشف أمر غلط وما بينشره بتمنى بتمنى أن تعملوا شير للفيديو للناس اللي عم تشتغل أوبر للناس اللي عم تضيع وقتها لحقيقة عالفاضي والله يا عم يضيع وقتك عالفاضي مع شركة أوبر وما بعرف أنا إذا هذا الفيديو في عليه أي مسؤولية لكن إحنا عم نحكي بالأرقام بالأرقام اللي طالعها الأكاونتنج المحاسب بعد ما عمله الحساب وفيكن أنتو سمعتوا الأرقام فيكن تحطوا الآلة حاسبة وتجمعوها صحيح ذكرت شكل كتير مم هاي هي اللي كنت بدي أولا نحنا قال لي ياها صديقي قال لي يا زلمي نحنا بنفرح أنه الواحد عم ينزله آخر أسبوع 900 دولار و 800 دولار و 1000 دولار يعني أنه نحنا عم نشتغلوا عم يدخل عم يجينا دخل لكن الحقيقة الكم اللي مرتب اللي بتاكله نهاية السنة ونت بتيجي بتحسبة شو عم تصرو هنا عم نزدولك مثلا 900 و 1000 دولار آخر أسبوع ما عم بتحس أنت كيف عم تدفع المصاري يعني هنا عم نزدولك مبلغ كبير أنت عم تدفعهم بشكل مجزة وبالتالي هون أنت بتضيع أما وتجي بتعمل حساباتك صح آخر السنة رح تكتشف نفسك أنك أنت ما ربحت ولا قرش مع أمر هذا اللي حابين نقوله والسلام عليكم